من المتوقع أن تعقد جولة جديدة من محادثات أستانا في الثاني عشر والثالث عشر من يونيو الجاري كما أكد أكثر من مصدر ديبلوماسي وقد يكون التركيز في هذه الجولة على ترسيخ فكرة المناطق الآمنة وتثبيت الهدنة في مناطق الصراع لكن ما لا ينطمئن عددا من قيادات المعارضة السورية حالة الانقسام والتشتت وتبادل التهم بين بعض أطرافها وما تخشاه تلك القيادات أن تنعكس الخلافات ضعفا في المحادثات وأن تزيد من قوة وصلابة دمشق في مفاوضات ومنورات أستانا وجينيف نبحث هذا الملف مع ضيفي أرحب بضيفنا من باريس المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سيد منذر ماخوس وأرحب أيضا بضيفي من موسكو الكاتب والباحث السياسي الدكتور سليم علي نذكر مشاهدينا بإمكانهم المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح أسألتهم واستفساراتهم على تويتر وفيسبوك لسكاي نيوز عربية أرحب بضيفي مجددا وسأبدأ من باريس مع سيد ماخوس كان الإعلان مفاجئا ربما خصوصا وأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ مقررات أستانا السابقة وحتى الآن نسمع عن لجان تجتمع من أجل رسم حدود هذه المناطق الأربعة لخفض التصعيد ووجود مراقبين وغير ذلك دون أن يبرز أي شيء أو نتيجة على الأرض لمقررات الاجتماع الأخير كيف تقيم الدعوة الاجتماعي جديدة نعم هذا صحيح تماما حتى الآن وبعد أربع جولات في أستانا الجولات العلنية فلنقول التي شارك فيها ممثلون عن الفصال لم تنتج أي شيء محدد على الأرض كانت من حيث المبدأ كل ما تم التفاهم حوله وهو التفاهم هلامي حتى الآن بدون وجود خرائط دقيقة على الرغم من أن خرائط قد تم وضعها ولكن لا تزال تحتاج إلى مزيد من البلورة والأهم من ذلك لا تزال تحتاج كما يريدونهم على الأقل أن توافق عليها الفصال التي تشارك في أستانا إذن حتى الآن كان الموضوع نظري بالكامل كل الأهداف المعلنة وفي مقدمةها تثبيت وقف اطلاق النار ووضع آليات من أجل مراقبة وقف اطلاق النار أو تخفيض العمليات القتالية كما يسمونها حتى الآن لم يتم إنجاز شيء على الأقل محدد حتى الآن لماذا لم يتم برأيها؟ مشكلة تماما لكن التطورات على الأرض أيضا لأن الفصائل كما نعرف كانت ترفض أن تتحمل أي مسؤولية في عملية ليست هي مشاركة بها بشكل مباشر والأهم من ذلك على أنها ليست موافقة على الكثير من عناصرها لأننا نعرف أن أي اتفاق من هذا النوع خاصة ما يتم التعرض حاليا له هو أن هناك مخاوف حقيقية عبر عنها حتى الرئيس بوتين مؤخرا للبارحة على وجه التحديد على أنه يخشى أن تتحول ما يسمى بمراقب تخفض التوتر إلى مراطق آمنة والتي تتحول بدورها في مرحلة لاحقة إلى مراطق تقسيمية وأمر واقع بانتياز هذا أيضا يزيد تعقيد المسألة الفصائل سوف تحضر بعد عدة أيام بالتأكيد ولكن ليس هناك ما يشير على أنها سوف تنزلق إلى شيء من هذا النوع لكن الأطراف الفاعلة وهي الأطراف السلاسة الآن تريد فعلا أن يكون مشاركة هؤلاء لكي يتحملوا جزء من مسؤولية لدى تطبيق هذه الأمور وخاصة إن تم تحويلها إلى مراحل متقدمة ضمن عملية قد تؤدي في النهاية إلى التقسيم هذه بعض الإشكاليات أيضا ما يعاقل هذه العملية هناك سباق محموم اليوم على الأرض خاصة من قبل إيران تحديدا من أجل وضع بعض مركبات الهلال للصيد كما نعرف وضع التنفيذ هناك تقدم لميليشيات الحج الشعبي من الجهة العراقية حتى الحدود السورية وصلوا إلى مناطق عبر الحدود فيما قريب من الحسكة واحتلوا بضع قرى ولكن المعلومات تقول أنهم تخلوا عنها لاحقا من الجانب السوري كما نعرف أن الميليشيات الإيرانية أو الأزرع الإيرانية تقدمت باتجاه معبر التنفيذ الذي أدى إلى أن يتم قصرها من قبل القوات التحالف التي تديرها الولايات المتحدة ومما ألغى هذه العملية الآن النظام لاستكمال لهذه العملية ولكن من قبل ميليشيات نظام وليست هذه المرة ميليشيات إيرانية تقدم بنفس الاتجاه وكما نعرف تم إنزاره للتوقف توقف على مسافة حوالي 45 و50 كيلومتر من الحدود العراقية في منطقة شيخ مسكنة أو مسكنة على ما أعتقد منع أن يتم أن يتقدم إذن كانت هذه محاولة للربط جزء من هذا العلال في طرفيه العراقي والسوري في أن واحد لاحقا من أجل أن يتم إيصاله إلى البلان هذا هو هدف المشروع الإيراني في سوريا على الأقل وهي يتم بشكل محمول تماما لاستباق الزمن خوفا من أن يتم في مرحلة لاحقة قريبة ربما بشكل من أشكال الاتفاق الروسي الأمريكي من أجل وضع ملامح أكثر بل ورطة لمشروع ما يسمى بالمناطق الآمنة هناك على وجه التحديد في الجنوب هناك مراحل متقدمة كما نعرف وجود قوات دولية من أكثر من دولة لخلق مثل هذه المنطقة في الجنوب هذا أيضا أحد بالمناسب أحد التحفظات التي كانت في عمق التصريح الذي قاله الرئيس بوتين على أنهم يخشوا من أن الأمور تسير باتجاه غير الاتجاه الذين كانوا يعتقدونهم هناك أيضا عمليات مشابهة كما نعرف تتعلق بتحرير الرقة هناك أيضا سؤال كبير تقدم قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة تقدم قوات النظام باتجاه الجنوب أيضا القوات الكردية تطوق المنطقة من ثلاثة جهاز كما نعرف والنظام قد يطوقها من المنطقة الصورة على الأرض كما شرحتها واضحة دعني أذكر أسأل دكتور سليم علي من موسكو نفس السؤال ونبدأ منه وننطلق إلى التفاصيل برأيك لماذا عقد اجتماع جديد لأستانا طالما أن الاجتماع الأخير لم يحقق المطلوب منه حتى الآن أولا مساء الخير بالنسبة للموضوع الاجتماعات أستانا هو لإتمام ما تم الاتفاق عليه هناك كثير كما ذكرت ضيفك من الخلافات وعدم وضوح الصورة وهذا بشكل أساسي لعدم اتفاق الدول الضامنة هناك الكثير من الخلافات بين هذه الدول على شكل هذه المناطق لكل من هذه الدول التي تمتلك والتي هي مسيطرة وتمتلك حزوة عند المعارضة المسلحة وعند ما يسمى هذا الموضوع مهم وأهميته أن هذه الدول لها مصالح مختلفة ومتضاربة أيضا نحن نرى أن الجانب التركي هناك له هاجس كبير من خلال ما يجري من تسليح الأكراد في الشمال وما تأثيره على الأمن القومي التركي أيضا هناك كثير من المناطق التي تم ذكرها في الشمال السوري وفي الجنوب هناك مناطق مسيطرة وتمتلك سيطرة كبرى عليها جبهة النصرة وهي غير موافقة على ما يسمى وقف إطلاق النار ومناطق آمنة وإيقاف الأعمال القتالية الآن هناك تصورات بعد ما جرى وما يحدث وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان هناك الكثير من الاتفاقيات بهذا الاتجاه من أجل إيجاد آليات من أجل وقف إطلاق النار والبدء بشكل إيقاف الأعمال القتالية هذا موضوع مهم جدا من خلال الدول الضامنة التي قد تتفق بينها على إيقاف الأعمال القتالية بالطبع أنا لا أتفق أن هناك اتفاق أمريكي روسي أو ملابح الاتفاق أمريكي روسي هناك تضارب في المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الروسي على كيفية إنشاء هذه المناطق الآمنة ما يسعى إليه الجانب الأمريكي وما نراه حاليا هو بشكل هجومي أكثر وهو يرغب بفرض وقائع جغرافية وهذه الوقائع الجغرافية تتعارض أيضا مع مصالح حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم الدولة التركية الآن ما نراه في أستانا قد ينشأ من أجل تشكيل وتشكيل آليات من أجل وقف إطلاق النار طيب دكتور منذر يعني المحاولة هذه المرة طالما أنك تقول أنه فصائل المعارضة ترفض يعني هي أعلن ترفضها ربما الاتفاق أيضا عندها تحفظات كثيرة كما ذكرت عن تولي مسؤولية أمور هي لم يعني لغير مسؤولة عنها أصلا هل تتوقع أنه في مصلحة لفصائل المعارضة السورية أن تشارك هذه المرة طالما أنه الحديث عن موضوع مناطق خفض التصعيد وموضوع رفضته المعارضة المسلحة يعني في الجولة الأخيرة لا منحس المبدأ فعلا فلنقول مخاوفك أو وجهة نظرك صحيحة بالحقيقة ليست من مصلحتها أن تشارك بعملية ليست معروفة النتائج وخاصة أن هناك ميلوح في الأفوق مخاطر حقيقية مرة أخرى أقول أن كلام الرئيس بوتين نفسه الزو دلالات واضحة تماما على أن إذا كانت روسيا هي تخشى مثل هذا الأمر فما بالك بالفصائل المسلحة هذا الشيء أريد أن نوضح نقطة قد ربما يكون تم فهمها وأن لم أقول أن هناك اتفاق أمريكي روسي لكن قلت أن هناك كانت مخاوف من اتفاق أمريكي روسي محتمل في المستقبل وهذا ما دعا إيران على أن تسرع وتخلق وقائع على الأرض مضوع آخر أريد أن يتم الإشارة إليه بالإضافة إلى ما حاولت أن أربط فيه تطورات المدانية على الأرض باجتماع أستانا هناك مضوع مهم جدا وهو يتعلق بمجمل العملية السياسية كما نعرف الآن ما يحدث اليوم في جينيف حتى الآن حصائل تكاد تكون الصفر كل الاجتماعات التي حدثت لم تصل إلى أي نتيجة وأنا لدي شعور على أن ما يتم الكلام حولها ونحن كمعارضة نريد كنا دائما ما يسمى بهذه الحكم انتقال سياسي عبر هذه الحكم انتقال كاملة الصلاحية أو ما نسميه بالتيجي بي أي ترانزيشن جوفرنينغ بضي وهذا أخشى أن يكون قد أصبح مذكريات الماضية على الجانب الآخر مقولة النظام ورغبته فيما يسمى بحكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية كما هو أيضا بالحقيقة لم يكن لا ممكن وهو أيضا أنا من وجهة نظري هو شكل من أشكال تخريف النظام كل هذا أصبح باعتقادي غير وارد على الإطلاق وهذا ما يعزز المشروع الأصلي وهو نقل كل العملية إلى أستانا بما في ذلك العملية السياسية التي هناك حتى الآن معارضة كبيرة لنقل كل الملفات السياسية أو أي منها إلى أستانا لكن اليوم ضمن هذا الانسداد السياسي وقبله الانسداد العسكري كلنا نعرف اليوم أنه ليس هناك حل عسكري لا أحد يستطيع أن يحصل من مضوع عسكري كما أنني أعتقد جازما على أنه ليس هناك حل سياسي على الإطلاق وهذا ما يعزز الشعور على أنه لن يكون هناك حل إلا ضمن تفاهم دولي أساسه الأمريكيون والروز وبمشاركة الأطراف الإقليمية الأخرى والأوروبية أيضا هذا هو الملامح المرحلة المقبلة لكن من هذا الباب هناك تركيز على أستانا من أجل أن تتحول إلى مركز السقل النوعي وهذا يصير مخاوفنا ويصير مخاوف السيد ديمستورا أيضا الذي لا يريد أن يتم استبدال جينيف بمحطات أخرى وهي بالأصل ليست مهيئة أولا لا تملك الأقل هيكلية اللازمة هناك سلاسة دول متضاربة المصالح من حيث المبدأ وهي غير متوازنة بعد الرغبات على أن تشارك فيها دون مثل المملكة العربية السعودية نحن نتمنى ذلك لأن هذا يعيد التوازن ولكن من الصعب تصور أن تكون المملكة العربية السعودية وإيران ضمن إطار واحد كما نعرف للأسباب التي تعمقت حتى في الفترة الأخيرة كثيرة الأمريكيون أيضا لا يريدون أن يكون طرف في أستانا وهم يكتفوا بمركز مراقب بانتظار تحولات أخرى ويعملون ضمن مطبخ آخر احتمالا لمرحلة مقبلة قد يتم إنضاجها لاحقا طيب دكتور سليم ما نلاحظه في اجتماعات أستانا أنها تكون قصيرة وسريعة ويتم الضغط على الأطراف للتوقيع على بيان والقول بأنه تم هذا البيان لكن مع الأسف كل بيانات أستانا لم يتم الالتزام فيها ولا تحقيقها على الأرض وهناك من يضع علامة استفهم على موضوع الاستعجال في أثناء لقاء أستانا لكن بعيدا عن هذه الآلية أيضا دكتور منذر ماخوس تحدث عن أنه لا حل عسكري هل تعتقد أن أستانا الأساس منها هو ضبط الأمور عسكريا على الأرض باتجاه تحجيم قوة المعارضة لجمها تجميحها داخل إطار واحد وأن يكون هناك ضامن مسيطر عليها من أجل إفساح المجال لحل سياسي ينضبط من خلاله العمل العسكري على الأرض ما رأيك؟ يبدو في مشكلة مع ضيفنا من موسكو طيب سيد منذر أعود لك وأسألك طالما أنت تحدثت أنه لا حل عسكري هنا في سوريا برأيك هل أنت مع هذا الطرح الذي ذكرته بأن أستانا من خلال طرح هذه المناطق الأربعة الهدف هو تحجيم المعارضة وجمعها تحت كل فصائلها تحت ضامن واحد وبالتالي يمكن بعد ذلك الذهاب إلى حل سياسي لأن كثرة الأطراف التي تدعم المعارضة العسكرية على الأرض واختلاف مصالحها بشكل كبير ربما هو ما يعني يصعب أي حل سياسي هذا صحيح هذا كجزء من الحقيقة السينارو الذي تفضلت فيه فعلا ذناو الجانب من المسألة ولكن ليس كلها أنا قلت فعلا ليس هناك حل عسكري ولكن قلت أيضا أنه ليس هناك حل سياسي ضمن المعادلة التي نريدها نحن كمعارضة والشعب السوري بالتأكيد والنظام أيضا إذن هناك انسداد كامل سواء عسكري أو سياسي المقولة أو المقاربة الجديدة عبر أستانا كميكانيزم أو آلية جديدة يتم نقل المركز استقل النوعي من جينيف إليها هو فعلا من أجل أن يتم كما قلت تحجيم في المرحلة الأولى وتحقيق نوع من الاستقرار الميداني على الأرض ليس فقط من قبل لما يتعلق بالفلسفيل وإنما من الطرف الآخر لكن الهدف ليس واضح تماما على أنه ضمن هذه الظروف الجديدة أيضا ليس هناك ضمنات على أن هذه سوف تساهم بالرسول إلى حل سياسي دائما أكرر ضمن نفس القراءة والمؤشرات أو الوقاعة التي نريدها نحن كحل للأزمة السورية التي نعرف الأهداف التي انتفضها من أجل الشعب السوري لكن سوف تكون هذه العملية ليس من أجل حل سياسي بالآخر نعم سيكون هناك صياغة سياسية ليس بالضرورة حل كالحل الذي نتكلم عنه ولكن عبر ما يسمى بمناطق مخفضة التوتر إلى مناطق آمنة إلى أمر واقع سوف يكون مقدمة لتقسيم أنا أخشى فعلا كما قال مرة أخرى السيد بوتين والعديد بالمناسبة نحن نتفاعل أيضا هنا مع الأطراف الأوروبية وحتى الأمريكية أيضا هناك مخاوف أو على الأقل يقال أن هناك مخاوف قد تكون في النهاية إن لم يكنوا موافقين فلن يحدث شيء من هذا القبل ولكن ضمن تعقيدات المسألة السورية وتناقض المصالح الإقليمية والدولية قد يكون هذا الحل الأخير الذي يمكن أن يتفق عليه وهو خلق مناطق جديدة آمنة تتحول إلى حدود جديدة للتقسيم هذا أيضا يدلنا أو يدعوننا التفكير لماذا اليوم يتكلم يتم الكلام حول مناطق أو عازلة أو مناطق مراقبة أو عناصر ضامنة من أجل أن يتم تهدئة مقبولة تتحول إلى أمر واقع هذا هو عمق المسألة التي تتم الإعداد لها من يجب التنظر بعض أنه ليس هناك حل آخر ضمن الانتداد الذي تكلمنا عنها لدينا الآن بعض التعليقات والمشاركات من مشاهدينا عبر تويتر على حساب سكاي نيوز عربية يستعرضها الآن لنا سامي تفضل سامي بكل تأكيد يوسف نبدأ من مشاركة لمحسن محسن يقول الأمور أصبحت واضحة روسيا تريد أن تثبت الوضع على ما هو عليه مما يمكن الأسد من إعادة ترتيب أموره هنا مشاركة لطارق يقول الأستانة أصبحت نسخة ثانية من جناد محادثات بعد محادثات والنتائج تكون وتكاد تكون معدومة هنا رسلان أيضا من جهته يقول خلافات المعارضة هي وضعتها في هذا الموقف الضعيف وانخفض سقف مطالبها بشكل كبير وفي النهاية هنا مشاركة لعادل يقول يبدو أن مسلسل أستانة سيصبح مثل مسلسل جناد ومن يدفع الثمن دائما هو الشعب السوري الذي قتل وتهجر يوسف يبدو أن أستانة حسب المشاهدين حسب هذه المشاركات جولة أستانة هي لتمضية الوقت هذا ما يقوله المشاهدون نعم سامي والمشكلة التي طرحناها أيضا النقطة التي سأعود بها إلى سيد ماخوس الآن هي موضوع المعارضة هل هناك انقسامات في معارضة أم لا توجد رياض حجاب قال نحن في موقف ضعيف جدا هذا ما أريد أن أسأله عنه شكرا جزيلا لك سامي نعم سيد ماخوس فعلا هذا التصريح اللافت للسيد رياض حجاب يقول أن المعارضة في أضعف حالاتها الآن بسبب الانقسامات الموجودة بداخلها ما رأيك الآن في هذا الوضع هل يؤثر هذا الانقسام وهذا الوضع الضعيف على مشاركتها في أستانة إذا كانت ستشارك فعلا نحن لا ننفي وجود بعض الإشكاليات داخل صفوف المعارضة نعم هناك إشكاليات فعلا وهي تؤثر على موقفها النهائي في هذه المواجهة الكبيرة مع النظام خاصة في ظل الظروف تشارك فيها أطراف دولية وإقليمية مختلفة ذات مصالح أيضا في سوريا هذا واقع يجب الإقرار به ولكن في رأيي العميري قد تكون أكبر من ذلك هذا جزء من الحقيقة أما الجزء الأهم بالتأكيد هو أن الأطراف الدولية كما عرضت طويلا على أنها أصبحت مقتنعة في ظل الانسداد الكامل سواء العسكري أو السياسي ربما يفكرون بحلول أخرى وقد تلتقي مع مصالح بعضهم على الأقل هو التفكير بخيار آخر أنا أريد أن أذكر بعض المؤشرات ذات الدلالات المهمة مثلا خلال جولة المفاوضات الأخيرة في جينيب وخلال هذه المباحثات قال السيد ديمستورا شيء مهم جدا ونحن لا نشك بمصداقيته ورغبته الحازمة بالوصول إلى حل سياسي لأنه هذا جزء من تاريخه السياسي وهذا ينتبق بالتأكيد مع رغبتنا أيضا على أن تكون هناك دور مهم للأمم المتحدة وأن يكون أي حل ممكن سياسي طحف مظلة الأمم المتحدة قال بشكل واضح ودقيق على أنه كعندما كنا نناقش مسألة ما يسمى بآليات تشاورية من أجل الوضع أمور دستورية لا بد منها الموضوع مستقل رغم ما نتطلق إليه إذا كانت هناك وقت قال لا تتفاجأوا أن أحد الأيام عندما تسمعوا على أنه صنب التفاهم روسي مع دول أخرى وأنتم خارج هذه المعادلة وسوف يكون مطلوب منكم أن تكونوا مستعدين لمسأل هذا الاحتمال بالتأكيد هذا سيناريو ترح على أساس أنه احتمالي ولكن أن يطرح بهذه الصراحة وبهذا الوضع من قبل الممثل الدولي هذا دلالات مهمة وليس الوحيد بالمناسبة ليس الأمر مناسب الآن حتى نتكلم عن صفقات كبيرة تحدث تحدث طاولة وما يسمى بتقاسم مناطق النفوذ لقد بدأ منذ عدة أشهر بالمناسبة من المبكر حديث عن ذلك لأننا لا نريد أن نخلق مطاعب إضافية تسيء إلى موقف المعارضة وتسيء إلى العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الحلفاء التاريخيين والذين تشترك معهم في الهم هم صحيح سيد منذر لكن اسمح لي هنا أن أعلق صحيح هنا مفهوم الكلام وربما الإشارة واضحة هنا حول هذه الأطراف التي ممكن أن تتفق مع موسكو وكان لها تدعياتها على الأرض لكن واسمح لي أن أشير أننا ما زلنا في انتظار يعني عودة الاتصال مع ضيفنا من موسكو دكتور سليم علي لكن اسمح لي هنا دكتور أنه نقطة التواصل بين المعارضة السياسية السورية والمعارضة العسكرية على الأرض إلى أي درجة هي مضبوطة لأنه في فترات ما بين أستانة لأستانة ما نشهده هو اقتتال داخلي يعني الآن أصبحت في الأخبار أخبار الاقتتال بين فصائل معارضة ونفس هذه الفصائل أو حتى مع جبهة النصرة أكثر من أخبار القتال مع الجيش النظام وبالتالي إلى أي درجة يوجد انضباط عسكري على الأرض وفق توجهات المعارضة السياسية أولا نريد أن أصحح مع احترامي طبعا قضية الخلاف والاقتتال الذي يحدث مع النصرة هذا خارج المعادلة تماما لأن النصرة ليست طرف من المعارضة الميدانية على الإطلاق هذا قضية متجدد يتبلور أكثر في أكثر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وهذا خارج المعادلة أما أن هناك بعض الإشكاليات داخل صفوف الفصائل نعم هناك بعض الإشكاليات وقد تم تعبير عنها أو تم معرفة بعضها خلال المحطات السابقة بدءا من حلبو أنا لا أكشف سر هنا وفي محطات أخرى هذا طبيعي من حيث المبدأ لكنها لم تصل إلى الدرجة التي تشكل تهديد أو تزعزع موقف المعارضة على الإطلاق هناك إشكاليات بالتأكيد صحيحة لكن مرة أخرى أقول أن الأمور حتى أكبر من ذلك ونفترضنا أن الفصائل المعارضة خاصة المسلحة منها في وضع أفضل لم تغيرت المعادلة كثيرا خاصة ضمن المعادلة الحقيقية اليوم على الأرض في ظل انخراط غير مسبوق لروسيا الاتحادية والإيران على الأرض مقابل حلفاء آخرين فلنقول هذه الفصائل والمعارضة السياسية التي لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال والدعم الذي تحصل عليه صحيح مهم وهناك فعلا بعض الدول الشقيقة التي قدمت مساعدات رائعة تماما ولكنها بالنقياس النسبي عندما نقوم بمحاولة فلنقول قياس لموازين القوى لا يمكن على الإطلاق أن تغير بهذه المتوازنات بشكل يسمح للمعارض أن تكون قادرة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشكلها وجود قوة عظمة ثانية في العالم وواحدة من القوى الإقليمية ربما الأولى أو الثانية في العالم إلى جانب نظام أيضا له ميليشيات صحيح أصبح غير موجود واقعيا على الأرض وأصبح عبارة عن جيش من إنكشار ولكن القوى الأخرى وزنها أكبر بكثير من أن تستطيع هذه الفصائل أي أن كانت درجة ترتيبها وحياتها الداخلية والعلاقة الداخلية بينها أي أن كانت حتى ولو كانت جيدة ضمن هذه المعادلة من الصعب أن نتطلب منها أنها قادرة على أن تحسم الأمور لصالحها سيد منذر يعني انتهى وقتنا لكن في جملة يعني هل تتوقع أنه في مشاركة من طرف المعارضة السورية في اجتماع أستانا أم أن الوقت ما زال مبكر للحديث عن قرار باختصار شديد لا أعتقد أنهم سوف يشاركون الهيئة العلية للتفاوض المعارضة السياسية كانت دائما على الرغم من تحفظاتها ومخاوفها من أن يتم زلق هذا الاجتماع إلى مناقش ملفات سياسية ولكن هذا لم يحدث ولا يحدث في المستقبل عبر معرفتنا لفصائل المعارضة المسلحة التي تشارك وهي ملتزمة بالمشروع الوطني السوري وبسوابت الشعب السوري التي انتفض من أجلها قد تكون هناك بعض التمييزات القليلة هنا وهناك ولكن بالحصيلة سوف تشارك باعتقادي وسوف نجتمع بالمناسبة مع الفصائل المسلحة سواء التي هي موجودة معنا في الهيئة العلية وهي تشكل سلسلة الهيئة العلية بالإضافة إلى الوفد المفاوض والذي نصفه من الفصائل أغلب كلهم الذين شاركين في أستانا موجودة إما دمن الوفد المفاوض الذين سنجتمع بهم في الرياض خلال ثلاثة أيام أو داخل هيئة العلية الذين هم أعضاء من المؤسسة الأساسية بالنسبة للمعارضة شكرا جزيلا لضيفي من باريس المتحدث باسم الهيئة العلية للمفاوضات السورية منذر ما خص ونعتذر عن عدم